هذا المشروع الانفتاح الرقمي لشات قلال توريد معدات نقل الأليافة الضوئية على محيط كل من المساقط ومساكوري وانجوري وبول وريكريك ودابوة والنيجر تعزيزا وتأمينا للاتصال الدولي العريض من أجل تمكين السكان من الحصول إلى خدمات تكنولوجية المعلومات والاتصالات ويضاف أيضا إلى هذه البنية التحتية إنشاء مركز للأليافة الضوئية في مدينة أنجمينة يقوم بربط المواقع الإدارية ومراكز البيانات والخدمات الإلكترونية في كلمته بوكر ميشيل أوضح بأن الهدف من هذه الزيارة هو مراقبة العمل الذي يجب أن ينتهي خلال أشر أشهر إلا أن عدم اكتمال العمل بهذا المشروع في الفترة المحددة هو الذي دفعنا للقيام بهذه الزيارة أن هذا المشروع سوف يساهم مساهمة كبيرة في دعم سياسة رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو الرامية إلى تطوير قطاع الاتصالات في شات